الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد بيشتكي كثير من الناس من الأمراض العضوية الموجودة الآن وسبحان الله ما ترك الكتاب والسنة شيئا ينفع وفيه خير للعباد إلا بين لنا في الكتاب والسنة كما قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال الصحابي الجليل رضي الله عنه هو سلمان أو غيره ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فيه خير للعباد أو يدلهم إلى ربهم إلا وأخبرنا منه خبرا صلى الله عليه وسلم أو كما قال فالأمراض كلها علاجاتها جات في الكتاب والسنة ونبدأ في سلسلة الطب النبوي هذه كل مرة حديث نبوي أو آية فيها علاج لأمراض أو مرض من الأمراض العضوية اللي يصيب الناس الليل نتناول شفاء عرق النسى عرق النسى اللي هو بيصيب ويسمى عرق النسى على وزن العصة عرق النسى بيصيب الناس وانتشر في الآونة الأخيرة أكثر يعني غضروه افتحت وبيمسك معاه الكراع إما اليمين وإما اليسار وإما الاثنين معا ده النبي عليه الصلاة والسلام ورانا علاج بل شفاء تماما في سنته عليه الصلاة والسلام الشيء الناس يعرفون أن الدين ما ترك شيء أبدا أبدا لا من أمر الدنيا ولا من أمر الدين وأمر الآخرة يعني ما زي ما بيأصل العلمانين والشوعيين يأصلوا يكذبوا على المسلمين يقول لهم الدين ده مكان الجامع بس كذب دين الإسلام وراك كيف تأكل كيف تغسل الدينة قبل الأكل وبعد الأكل كيف تجامع زوجتك والأدعي الدعاء اللي بتقوله بل كيف تخش الحمام وتقضي حاجتك جوة وقبل ما تخش وبعد ما تخش وجوة تعمل شنو لأن اليهود لما جاء وقال لسلمان لقد علمكم نبيكم حتى الخراتة قال نعم كأنه يستخفى ببوها سلمان رضي رانو قال له نعم علمنا ألا نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غايط وألا نستنجي برجي عدابة أو عظم وألا نستنجي بأقل من ثلاث حجار والراوين فعلا أن النبي علمنا ذا فعلمنا كل شيء من أمر الدنيا وأمر الآخرة فالعلمانين يقول لك فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن حياة الناس ده كل باطل الإسلام ضد ذلك الإسلام في كل شيء وبين كل شيء فيه مصالح العباد وفيه ضرر للعباد حرموا عليهم أي شيء فيه مصالح للعباد أباحوا لهم شأن كده ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا كلها الحياة كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالحديث صحيح وصحة الألباني في السلسلة الصحيحة ورد في كتب السنن من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء عرق النسى أليت شات أعرابية الناس يقولوا إليا لكن الصحيح أليا كما ضبطها العلامة الألبانية رحمه الله شفاء عرق النسى أليت شات أعرابية سوداء لا صغيرة ولا كبيرة يذيبها ثم يجعلها ثلاثة أجزاء ثم يشربها على الريق كل يوم جزءا دا الحديث طيب يعني شنو يعني كيف نستخدم وما هي أليت الشات العربية أولا الأليا هي الذنب نحن يروني بسميها الظنبية في السودان الظنب بتاع الخروف دا سواء كان بكر أو إمتايا سواء كان ضان ولا ماعز الظنب ومعاه المؤخرة بتاعة الأشات اللي فيها الشحم دي ومعاه الظنب كله يشيله ويشيله وطوال يخده في النار بدون موية يعني ما يعملوا شربة سليقة زي ما نحن بنقول حساء لا إنما يزوب النار كما هو الشحم دا كله بالضنب يزوبه يرجع زيت زي ما كان وفي الغالب بمللوزة كباية شربات كده واحدة أليت شات أعرابية يعني شنو أعرابية يعني تكون شات من البهاين بتاعة البادية لما بتاكل العلف الصناعي دا إنما تاكل القش الطبيعي في الخلف البادية كذلك ثالثا أن تكون سوداء لأن الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم وده ما زي كلام الدجالين والفقية والليه تيس أحمر وغنماء عورة ده نطبح لشيطان وجلاء ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما كلام الدجالين والشيخ الألباني سأله قال له ما سوداء ما تنفع في الشفاء قال ما تنفع لأن الحديث قال سوداء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى قال لا كبيرة ولا صغيرة تكون شامل البادية ترعى في الخلف الصحراء وتاكل القش الطبيعي تكون سوداء وكذلك رابعا ما تكون كبيرة ولا تكون شنا يا جماعة صغيرة تكون وسط وسط في عمرها وفي حجمها والله أعلم طيب يجيب يخدها في النار الأليا دي يجيب يخدها في النار يزوبها يسييها ترجع زيت بدون إضافة موية أما الحديث الجفي صحيح الجامعة الصغير إنه والكبش العربي الأسود شفاء لعرق النسى يحسى يؤكل لحمه ويحسى من مرقه دم صحيح هذا ضعيف الزيادة في الحديث ضعيفة أما بداية الحديث الذي في صحيح الجامع إنه العجوة شفاء من السم والكمأة ماءها من المن وماءها شفاء للعين لحد دين الحديث صحيح أما إضافة والكبش العربي الأسود شفاء لعرق النسى يؤكل من لحمه ويحسى من مرقه الزيادة دي ما صحيح ضعيفة يبقى ما هو ما يعملوه حسائش روما من مرقه وكده لا إنما يسيح الألي اللي قلنا قبل دي في النار ترجع زيت يسيحوها بدون إضافة أي حاجة لا مويا لايش ترجع زيت زيت دهن وتملة تقريبا زي كوباية شربات كده حسب الكبش وكده بعد داك أول ما تملة زيت زي كوباية يقوم يقسم لتلاتة مباشرة ما يأخرة يعني ما يقول كل يوم يشرب منها تلتة وخد تلات يقسم لتلاتة كبابي تلاتة أتلات بعد ما قسم لتلاتة أتلات يجي على الريك قبل ما يسوق وقبل ما يشرب حاجة ولا يأكل حاجة يشرب الكوب التلتة الأول له وهو قسم لتلاتة اليوم التاني يشرب التلتة التالت واليوم التالت يشرب التالت دشفاء لعرق النسى تماما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والإنسان ما يشك يقول يا أخي يمكن والدكتور قال لي لا 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 الرسول قال لي شفاء وعرق النساء هذا شفاء شفاء يعني شفاء فدير يقين عقيدة وتصديق وإيمان من العبد أولا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام عندك استخدامه تقول له شفاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دي مسألة المسألة الثانية شوف الصحابة كانوا كيف أنس بن مالك الروا الحديث قال ولقد رأيت ثلاثمائة رجل أصيبوا بهذا الداء عرق النساء ففعلوا ذلك وشربوها قال فشوفوا جميعا تلتمية رجل شافوا بعينه في حياته وأنس بن مالك عمر عاش طويل تلتمية نفر لقوا في حياته أصيب عرق النساء فلما عملوا بهذا الحديث النبو الصحيح وشربوا قال شوفوا تماما من هذا المرض لأنه ابن القيم في الطب النبو أصلا قال سببه يأتي من شيئين إما من يبوسة نشاف في جسم الإنسان وإما من مادة لزية غليظة تخرج هو تضغط على العصب وتعمل الكلام ده قال فأليت الشاد تساعد على الإنضاج والإخراج العند يبوسة ده قال لما نشرب بجوز هال شديد فبتخرج اليبوسة ده وتترطب محل أو تلي فبجوز هال شديد فلو جاوز هال إنسان لم يشره ما يخاف ولا يقول عندي ضغط الده ما ينفع معي لا ده الشيفاء لعرق النساء وما حيضرك لأنه ذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام والعند مادة لزية غليظة سببت له الموضوع ده قال تساعد على إنضاجها تنجيظة سبحان الله وجرب وإن كان السنة لا تثبت بالتجربة إنما نصدق بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما نبقى زي الترابي وزي العلمانين المعاو يقول لك لا الموضو ده بالعقل ما ممكن ممكن لأنه ربنا الخلقك وأدىك عقل إن كان عندك عقل هو اللي قال لك سوي الكلام ده على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله سبحانه وتعالى فانتبهوا لهذه المسألة العظيمة هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم